موسيقى أسعد الله أقاتكم مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع صحيفة صباحة التركية ونقرأ مقالة لبرهان الدين دورام بعنوان بدء مرحلة جديدة في الخامس عشر من تموز حيث أشار فيه الكاتب إلى المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا ليلة الجمعة والتي أحبطت بفضل قيادة الرئيس أردوغان ورد الفعل الديمقراطي للشعب وأشار الكاتب إلى أن شجاعة الشعب التركي الذي حمى الديمقراطية بأجساده المخترقة بالرصاص والارتماء أمام الدبابات حجز مكانا في صفحة تاريخ تركيا المجيد وتابع الكاتب اعتبار رد الفعل الديمقراطي المنبثق عن كافة قطاعات المجتمع بمثابة ملحمة أظهرت مدى نضوج الوعي السياسي لأمتنا وبالرغم من نيران الدبابات الفتاكة فقد كنت شاهدا على قرار الشعب الشريف بالتقدم على جسر البوسفور بإصرار السبب الرئيسي لإخفاق الانقلاب هو جهلهم وعجزهم عن تحليل السياسة التركية ولم يتوقع على الإطلاق أن الشعب التركي سيدافع بهذا القدر من القوى عن خياراته ومؤسساته ومستقبله والأهم من ذلك عن وطنه ولهذا السبب في الواقع كانت الفترة السليمة للشعب المدرك بأن نجاح الانقلاب يعني حصول حرب أهلية وفوضى بمثابة العامل الأساسي الذي عرقله علاوة عن حسن إدارة المجتمع المدني والإعلام والمؤسسة السياسية وهو ما يمكنني تسميته بالوعي التركي العميق المدرك لأهمية السلم والاستقرار وبعيدا عن الصراعات الأيدلوجية فقد أظهر إغلاق الدبابات حركة السير على الجسور كيف ستتلاشى الحياة اليومية بكافة أشكالها وأن الجميع سيخسروا من الانقلاب وبناء عليه أصبح وجود تلك الدبابات على الجسور بمثابة مرحلة جديدة في سياستنا ورمزا لانقلاب 15 من تموز ولهذا السبب أقول بأن تلك الليلة كانت انتهاء مرحلة وبدأ مرحلة أخرى جديدة تماما وفي موقع تركبريس نقرأ مقالة لمحمود القاعود بعنوان نعم كان الانقلاب مسرحية أمريكية قال في الكاتب المتتبع لما روجته أبواق الاستخبارات الأمريكية عقب فشل الانقلاب الخسيس يوم الخامس عشر من تموز التي أخذت تروج أن الرئيس رجب طيب أردوغان هو الذي اختلق محاولة الانقلاب ليصفي خصومه في الكيان الموازي الإجرامي والعناصر الإرهابية التي تسللت للجيش التركي وبمنطقة تلك الشرادم المخابرتية فإن الرئيس طلب قصف نفسه بالمروحيات وقصف البرلمان وقتل الناس في الشوارع ليلاحق الكيان الموازي وهو منطق يخجل منه من يمتلك مثقال ذرة من دم أو حياء إننا إن أردنا الدقاء فيما حدث فهو مسرحية أمريكية ساقطة فضحها وعي الشعب التركي وأجهدها ذكاء الرئيس أردوغان أرادت أمريكا القضاء على المارد التركي الملتحم مع جرانه وأشقائه والداعم القوي لملايين السوريين الذين ثاروا ضد نظام القتل والهدم والعمال الذي يترأسه موظف الاستخبارات الأمريكية بشار الأسد وفي عرف أمريكا فأن الاهتمام بالمسلمين أو السعي لانتشالهم من الجهل والفقر يعد جريما لابد من سحق من يقوم بها إن الانقلاب الجبان الفاشل عر أمريكا تماما وذكر بحقيقة كيانها الدموي الذي قام على أشلاء مئة مليون هندي أحمر وأشلاء ضحايا هيروشيما ونقاساكي وسوريا والعراق والصومال وفلسطين وكل الدول التي تدمرها أمريكا وفق عقيدة الأنجلو سكسون القائمة على التطهير العرقي والإبادة الجماعية نعم كان الانقلاب المجرم مسرحية أمريكية تقدمها أمريكا منذ عقود حيث تقتل وتطيح بكل من يخرج عن إرادتها وصدق الله العظيم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وفي صحيفة القبس نقرأ مقالة لعلي باكير بعنوان السياسة الخارجية التركية ما بعد الانقلاب الفاشل وأشار فيه الكاتب إلى أن الجانب المحلي لا سيما الشقين الأمني والقضائي سيحظى بأولوية لدى صانع القرار التركي وأجهزة الدولة في المرحلة الحالية فمن دون حسم الموقف داخليا لا يمكن أن تكون هناك سياسة خارجية فاعلة ويمكن أن نشير إلى وجود تقاطع بين الأولوية الداخلية حاليا وبين متطلبات السياسة الخارجية على المستوى التكتيكي لناحيتين على الأقل الأولى ترتبط بالشق الخارجي للتطورات على الصعيد الداخلي لا سيما فيما يتعلق بما تعتبره الحكومة التورطة لجماعة فتح الله جولين في التدبير للانقلاب الفاشل وفيما يتعلق بردود الأفعال الصادرة عن مختلف الدول والثانية فيما يتعلق بمصير إعادة تطبيع العلاقات مع روسيا وإسرائيل وإمكانيات الانفتاح على مبادرات خارجية أخرى إقليميا ودوليا وأشر الكاتب إلى أن موضوع جولين سيكون ملف خلاف إضافيا في العلاقة مع إدارة أوباما نهيك عن تساؤلات المطروحة لدى الجانب التركي عن حقيقة وجود دور خارجي سواء للولايات المتحدة أو لغيرها من القوى في دعم الانقلاب أو السكوت عنه على الأقل من ناحية أخرى فإن التعليقات الاستعلائية المتواصلة أيضا من قبل بعض الدول الأوروبية قد تخلق مادة جديدة لنزاع بين السلطات التركية وهذه الدول لسيما فرنسا وألمانيا أما فيما يتعلق بالموقف التركي من القضايا الملتهبة والمفتوحة على المستوى الإقليمي فإن الموقف الأساسي والمبدأي منها لن يتغير بالتقدير ولكن ستكون هناك تساؤلات عن مدى قدرة تركيا في التأثير على مجرية الأحداث فيها مجددا وقد يتراجع هذا التأثير أو يتقدم ليس تبعا للموقف التركي فقط وإنما تبعا لطبيعة المواقف والتحالفات الإقليمية والدولية لسيما موقف الولايات المتحدة وروسيا وفي صحيفة الحياة اللندنية نقرأ مقالة لفاديا فهد بعنوان الدولة الكردية بيت القصيد قالت فيه الكاتبة تنتقد الأجلانيين أنت مع البرزانيين تنتقد البرزانيين أنت مع الأجلانيين تنتقد أجلان أنت أردوغاني تنتقد البرزاني أنت خائن تنتقد الاثنين معا أنت طالباني تنتقد البرزاني وأجلان والطالباني اخص عليك أنت لست كرديا هذا ما كتبه صحفي زميل كردي على صفحته الفيسبوكية وفيه ملخص للواقع الكردي المتشردم والمنقسم على ذاته حتى الدمار وضيع الحلم القومي بدولة كردية عقدة العقدة في الصراع السوري هي الدولة الكردية الغرب لا يمانع نشوءها في حين ترتعب دول الجوار وتتكاتف لوأدها قبل أن تولد تحولات أخيرة في التحالفات بين الأطراف المختلفة وفي صفوف الحلف الواحد يفرضها الخوف من قيام دولة كردية تصير سابقة في المنطقة وتفتح شهية قوميات أخرى على المطالبة بالاستقلال والواقع أن الدول لا تقوم على أساس الأحلام بل المعطيات البشرية والجغرافية كما يقول دبلوماسي مخضرم فلا الجغرافية ولا الاقتصاد ولا الظروف الإقليمية تسمح بقيام الدولة الكردية فوقع هذه الدولة بين سلاسل من الجبال الشهقة والعصية يفرق بين المجموعات الكردية جغرافيا وثقافيا وسياسيا ويزيد من النفور الكردي الكردي وتوافر النفط لا يعني أبداً توافر الموارد المادية للدولة التي لا تملك أي منفذ على البحر بل تظل أسيرة رضا الدول المجاورة عليها لتصدير النفط واستيراد البضائع اللازمة وختم حلقة اليوم مع جريدة عينب بلدي ومقال لهاني أحمد بعنوان دواعش الكرد ودواعش العرب ويبحث فيه الكاتب ما يشترك فيه التنظيم الكردي وتنظيم الدولة حيث يشتركان في عدة قواسهم مشتركة من ناحية سياساتهم وأهدافهم وتعاملهم مع الناس ومنها العداء للثورة والجيش الحر حيث يصف تنظيم الدولة الإسلامية الجيش الحر بالصحوات والمرتدين والعملاء والتنظيمات الكردية تصفه أيضاً بالعملاء وتتهمه بالدعشنة تنظيم دولة الإسلامية يبيع النفط والغاز للنظام والمعارك التي تحدث بينهما أشبه بعمليات تسليم واستيلم أما التنظيمات الكردية فلا تزال توجد مقرات ومواقع عسكرية وممثلون للنظام في مناطق سيطرتها وبينهم علاقة جيدة يشترك تنظيمان في سعيهم إلى إنشاء دولتهما كما فرضت تنظيمان سياسة التجنيد الإجبار في مناطق سيطرتهما ما سبب فرار ألف شبان إلى خارج مناطق سيطرتهما وإلى دول الجوار كما يشترك التنظيمان في عدم وجود حاضنة شعبية وعدم تقبل الناس لهما وعدم تقبلهما للرأي المخالف وكل مخالف لهما ولرأيهما مصيره التصفية والتهجير ويضم التنظيمان عناصر أجنبية في صفوفهما ويشتركان في قيامهما بأعمال قتل جماعي بحق مخالفهما وأعمال تغيير ديمغرافي في بعض المناطق لكن في المقابل أيضا هناك خلاف واحد بين التنظيمين وهو المنقف الدولي منهما فتنظيم دولة الإسلامية محارب دوليا وغير مرغوب فيه وشكل تحالف عسكري دولي لمحاربته والقضاء عليه بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على عكس التنظيمات الكردية المرغوبة دوليا والمدعومة من قبل التحالف الدولي وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم دمتم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة